السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سنهضر على البلاند للتداكر مباراة إسبانيا والمغرب وكذلك السبب وراء هذه المشكلة من الأساس زائد سنرى ما قيلة على المتخب الوطن المغربي إضافة إلى كثير من التفاصيل المهم الفيديو سيكون خفاً زرباً وفي نفس الوقت فيه معلومات كثيرة جداً وكالعادة نبدأ على بركة الله والبداية ستكون مع الخبر اللي تتعلق بمشكلة نافة التداكل خاصة بمباراة المغرب وإسبانيا ولصراحة الجمهور المغربي عاني كثيراً والقامة الشاكل كبيرة جداً باش يلقى تيكي تلماش كأي مشجيع عادي وقبل ما أعطيكم التفاصيل على ليش طحنا في هذا المشكل بالضبط فرسمياً الحساب الرسمي للمتخب الوطن المغربي نشر بلاغاً حول هذا الموضوع واللي كان كالتالي بعد مجهودات كبيرة قامت بها الجامع الملكي المغربي لكرة القدم فإن الاتحاد الدولي خصصة 5000 تذكرة للجماعي المغربية الخاصة بمباراة المغرب والمتخب الإسباني ووضعها في موقع الرسمي الخاص ببيع التذاكر ولي التوضيح فقط لأنه بزيف مشو غالطين وقال لي كيفيش الملعب دي المدينة التعليمية اللي غادي تلعب فيها المباراة كيهز أكثر من 45000 متفرج وعطاونا فقط يلا 5000 تذكرة فببساطة هاد 5000 تذكرة رهها إضافية للجمهور المغربي بمعنى أصلاً كينين جماهير شروتيكيت مسبقين لأن البعض سيكونوا 5000 مشاجع مغربي فقط وكنت منه صادقين تكون الأدات دي الجماهير بحل المباراة الماضية ودابا غادي نعطيكم البلان دي هاد مشكلة التذاكر وعليش بالطبط حنا كجمهور مغربي لقينا مشاكل في اقتناء التذاكر في تومون النهائي فالقصة ببساطة كالتالي وهي أن تذاكر مباراة ديال تومون والروبا ونصف النهائي والترتيب وكذلك تذاكر مباراة النهائية للموديال تم بيعه من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل بداية كأس العالم وحنا كجمهور مغربي الأغلبية ديالنا شروا فقط تذاكر مباراة ديال دور المجموعات وفيش تأهلنا للدور الثاني وعطماتيكيا لقينا أصلا تذاكر ديال تومون مبيوعين وبين قوصة الجمهور اللي كنسبق لي شرية تاكيد ديال تومون والروبا والنصف وما إلى ذلك عندهم واحد خاصي وهو يمكن لهم يختاروا المنتخب المفضل لهم وفي حالة لم تأهلش المنتخب ديالهم يمكن يرجعوا التذكرة ويأخذوا الفلوس ديالهم عادي جدا وهنا فين كائن بيت القصيد لأن الأغلبية فيهم غد يفضلي بيعه في السوق السوداء لأنه ببساطة غد يجيب لي مبلغ مضاعف لذلك شفنا السوق السوداء انتعشت بشكل ملحوظ والإشارة هناك أخبار كتقول أن التذكرة وصلت إلى 900 دولار اللي هي 9500 درهم وهذا طبعا مبلغ كبير جدا وحسن عوان الجمال المغربي اللي مشى لقطر وتصدم بهذا المشكل غير متوقع وشوفوا سبحان الله فرغم ذلك كان بعض الجماهير شروا التذكرة بمباراة كبيرة حبا في المنتخب والتي تشجيع أسود الأطلس وصراحة تحية كبيرة لهم ولولاهم ما كناش غادي نشوفوا هذا الإنجاز التاريخي اللي وصلنا لي حاليا برافو للجماهير اللي كان في قطر وصراحة كنا كنت نتفرجوا في مباراة ديال المنتخب وكنحسوا بحل المباراة كان في كازافي دونور في المغاربة خاصوا ما يوصلوا مع هذا الشيء باش يعرفوا التضحيات اللي كي ضحي بها حاليا الجمال المغربي من أجل مساندتهم ضد المنتخب الإسباني وصراحة حتى اللاعبين اللي بالروح والقرينت اللي أبانوا عليها في المباراة الماضية أكيد يستهلوا كل هالتضحيات وكنت منه من أسود الأطلس نهار تلات إن شاء الله يفرحوا هذه الجماهير اللي كان في قطر وفي المغرب وفي جميع أنحاء العالم وباختصار كان تدي القصة دير مشكلة التداكر اللي كان كيعاني منه الجمهور المغربي وأي واحد عنده إضافة أو معلومة أخرى يمكن أن يبارتاجها معنا في قسم تعليقات ودبندوزه إلى ما قيل عن المنتخب والبداية مع الفرنسي أرسن فينجر فاليوم كان دير مقابلة مع إيدات الأف الفرنسية واللي هدر على الكثير من المواضيع وكان قال على أن المنتخب المغربي كان رائعا جدا في كل مباراة خلال دول مجموعات بكأس العالم لا أطيق الانتظار لأرى كيف سيؤدونا في مرحلة خروج المغلوب أيضا دولة هولندي السابق ديبور قال لي كان سبق لي توقع بأن المنتخب المغربي سيتأهل للدور الثاني وأنهم غير بحق أيضا المنتخب البلجيكي وهالتوقع دياله قال لي كمجاش بمحد الصدفة لأنه سبق لي شاهد المنتخب المغربي كيقدم أداء جيد في هذا المونديال وقال أيضا أن هناك بعض الدول العربية كتفقد توازن دياله في هذه البطولة ولكن المغرب أظهر قوة كبيرة أبقت الفريق متوازنين وتمكن من تقديم أداء ممتاز أيضا زلاتكو ضاليت مدري بمنتخب كرواتيا قال لي كلماذا لا يفوز المنتخب المغربي بالمونديال نفس الحلم عاشته كرواتيا من قبل في النسخة الماضية بروسيا 2018 وإستطاعت أن تصل للنهائي ثم خسرت أمام فرنسا إذن كما كتشوفوك ترات علينا العين بالزاف منذ التأهل للدور الثاني خصوصا مع الأداء الجيد والعقل شوفو الأول كنا في الخافاء وخدامين في صمت ولكن دابا غاية سلاكو صافي الأنظار كله أصبحت على المغرب وكل شي كيسين هاد مبارك بفارغ الصبر باش يشوفو شنو غادي يدير المغرب أمام إسبانيا وإن شاء الله لمعتش مربوح بإذن الله فقط تفائلو خيرا تجيدو أوف الخيتام كيف قرأي ديالكم وخيرو كلامي مع قلة ودل وكل عدا كان معكم إسلام في أمان الله ومع السلام